شعر الزائد في الوجه لا تعرفوا كيف تستخدموه نمشو كلاف و بقع و لاتخاس و تجاعيد سوف تخلصكم من جميع المشاكل و سوف تزولك حتى الشعر الزائد خصوصا سيدة لك الشعر اللي يكون باللون الاسود الغامق و تكون كثير و الزغبة تكون كثيرة الزغبة الرقيقة لك تكون مثلا زحراء فبذلك تكون اللون الاسود الغامق و تجعلك الوجه كما نقولو كيفا اسود بدك كثير تزغب الليفي فاليوم غادي تخلصي لي من هاد الشي كامل بواسطة هاد الحب الجبارة اللي هي اقوى من الليزر في ازالة الشعر الزائد و في تبييض وتوحيد لون بشرة الوجه و شدها ايضا و علاج التجاعيد منها او التخلص من التجاعيد نهائيا و للأبد و ايضا في نفس الوقت تعالج النمش و الكلف البقع السوداء و البقع البنية و ان شاء الله النتيجة اكيد غادي تشوفوها امام الاعين ديالكم في الفيديو و غادي تشوفو طريقة تطبيق كل هاد المراحل هادو فتابعوا معايا الفيديو منذ بدايته الى نهايته كما قلت لكم وصفة سحرية رائعة بكل ما في الكلمة من معنا و كما قلت احدو امامكم الفيديو المصغر اللي خلت لكم على طريقة تطبيق هاد الوصفة هادي كما قلت لكم وصفة مجربة و مضمونة انتمنى انها تنال اعجاب ديالكم الحمد لله و تنال الاردة ديالكم و الحمد لله نتيجة و الطريقة تطبيق هي امام الاعين ديالكم مباشرة في هاد الفيديو فانتمنى الفيديو اليوم اعجبكم و الحمد لله المياه في المياه مجربة و مضمونة و عن مستاقية الحمد لله فقلت علش لا منش نشاركها مع البنات في القناة لتعوم الفائدة للجميع و التجربة خير دليل او لا خير برهان فحبيباتي قبل ما نشون تعرفوا على مكونات هذه الوصفة اللي هي بسيطة و كما كنقول المكونات ديالها موجودين في كل البيت او لا في كل منزل بيت نقول الناس اللي اول مرة كيشوفوني و كيشاهدوني اشنو كاتسنا و حبيباتي لكنتو اول مرة تكتشفوا القناة فاشتركوا فيها فعلوا زل الجرس خليوا لنا تعليقاتكم اقتراحاتكم استفساراتكم الاسئلة ديالكم و كل ما يتعلق بكم خليوا لنا حبيباتي في كومنتاق فانسنا نرحب بجميع التساؤلات بجميع الاقتراحات و خليوا لنا الاقتراحات الفيديوهات مقبلة ماجيش نو تبغير تشوفوه حاولوا تصلوا هاد الفيديو العدد كبير ان شاء الله من اللايكات اللي كي يستفدوا يعني باش يستفدوا منه بزاف ديال الناس و يشاهدوه و يلقى الاعجاب ديالهم بإذن الله لاننا كيما قلنا النتيجة غزبان في الفيديو فكيما قلنا المكونات اللي عندنا هما خيزوا او لا حبة وحدة من الجزر اكيد حبة وحدة رها كثيرة انا غد ناخد منها صراحة غن نصف او الربع و غادي نقشرها و بعدها غادي نبشرها باش شوفوا الطريقة معايا خطوة بخطوة ما غادي نخبي عليكم حتى شي حاجة و ما غاديش نحبس الفيديو ولا غادي نعمل كيما كان قلوه نقسموا لا غادي تشوفوا دك شي كيما هو قلنا غادي تحتاجوا معايا ان شاء الله حبة وحدة ديال الجزر اللي هي جبارة وسحرية في ازالة الشعر الزائد و ايضا في تبييد و توحيد و علاج التسبغات تاني مكونات ستحتاجينا هو في هذه الوصفة هو الخرقوم البلدي و من الاحسن الليبنات يكون خرقوم بلدي المياه في المياه حتى تستخدمي البشرة الوجهة ديالك انا عندي كمية من الكركم او الخرقوم و غادي تحتاجي معايا الحليب السائل عندي الحليب السائل اخدي اي نوعية ديال الحليب سواء الحليب كامل دسم او الحليب المجفف و اضيفه له كمية من الماء واستخدمي في هذه الوصفة اي نوعية ديال الحليب السائل و اخر مكوين اي نوعية ديال العناصر باش انا كده تنودي تحتاجي معايا الجيلاتين النباتي انا صراحة متوفرش عندي بودر لانه مشيت عند اقرب عطار في الحومة ديالي و ما عندوش للاسف بودر انا غاستخدم غير هاد الجيلاتين هادا كما تلاحظو في الفيديو امامكم و الى ما عندكمش هاد الجيلاتين هادا خدوا البودر كيكون افضل و احسن صراحة و حتى الى البودر تاو ملقيتوش عند العطارة ولا عند العشابة خدوا هادا هاد الوحدة هادية الصفيحة الوحدة كتعمل الوحدة فانا هنا خديد جوج ونستخدمهم معاكم ان شاء الله ولكن ما تستخدموش بجوجرة غير نص وحدة كافية الشخص واحد غير نص وحدة كافية يعني بلا ما تستخدموهم بجوجة تضيعوهم خليهم تستخدموهم في وصفات اخرى طبيعية اللي ان شاء الله غادي نتقسمهم معاكم في القناة فغير تشتركوا في القناة مرحبا بكم وفعلوا زر الجرس لكيس لكم كل ما هو جديد في القناة يوميا تنزليكم الفيديو جداد فما تنسونيش من اللايكات ديلكم اشتراك ديلكم في القناة وتفعلكم لزر الجرس هدو هما كل العناصر كما قلنا الجيلاتين سواء كان بودر او لا ليكيجيب هاد الشكل هادا كما وديتكم انا في الفيديو الكوكم الجهزر والحليب السائل ودو مندزو الى طريقة التحضير البسيطة للغاية بسم الله على بركة الله نضع هدوك المكونات التانوية على الجنب نأخذ هاد الحبة هدي ديال خيزو ولا ديال الجازر وغادي نقشرها عادي كما نقشره الجازر ديالنا رائع والسحري لعلاج عدة امراض و عدة مشاكل الحمدو الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كما قلت لكم انا اخذي هاد الكمية هاد الكمية هاد الكمية هاد كافيا لالبلاس بلا ما نحتاج هاد الكمية كاملة ديال الجازر بسم الله سنبشر هاد القطعة هادي تيال الجازر لبناء تبعوا معي المراحل باش نجح معاكم هاد الوصفة وتستغني لي تماما على ذيك البومادا اللي كتعملي لي ديال إزالة شعر هذيك المطرة خطيرة البشرة الوجه ما تسخدموهاش خصوصا الناس اللي عندهم بشرة حساسة تبقي لي هاد الوصفة الطبيعية اللي غادي تنفعك وغا تعجلك حتى التسبوغات ديال بشرة الوجه ديالك غا تشدليك البشرة الوجه وغا تعجلك التجاعد حتى اللي تخاص او اللي الحبوب اللي كانوا فيك ما غا تخليهم شفيك وعلى دامانتي جربيها اردعليها في لكم وداخل فأنا هنا ياخديت كمية ديال الجنزر اولا خيزو وغاديده بندوز باش نعصر هاد الالجنزر هاد الالجنزر هاده بسم الله على بركة الله اشتركوا في القناة هاد الاشياء اللي غادي تنجح لكم يعني كل الاسرار ديالي لنجح هذه الوصفة هاده ان شاء الله كيفاش تبقيها كيفاش تسخدميها النتيجة غادي تبليكم في الفيديو مباشرة امامكم يعني كل هاد الشيء غا يبليكم فما تنسونيش حبيباتي من اللايكات ديالكم فانتوما اخديتو كمياء ديال عاصير الجزر كما لحطوا دابا غادي اضيف معايا هنحاو نقرب لكم غادي اضيف معايا معلقة ديال الكوركم حتى المعلقة ونص باش هكذا الوصفة تكون عاقدة شوية ما تكونش سائلة كما لحطوا انتوما من بعد غا تخدي لي كمياء ديال الحليب تخدي لي وحد المعلقة تل جوج معلقة ديال الحليب وغادي نجمعوا بهم هاد المكونات كوركم كيصفي وكيوحد لو البشرة وكيعالج ذوك تسبوغات ايضا هذا هو يكون الكوركم على حقه وطريقه اخر حاجة غا نضيفوها هي ذاك الجيلاتين كما قلنا اللي انا خديته عبارة عن صفحة يعني ما خديتش ذاك الجيلاتين بودر ولكن حتى هذا مزيان يعني الحمد لله ديما كنسخدمو كنجح معايا انا اخذت نيارات من نصف كما قلنا وكنحاولو نقطعوه خطع صغيرة بعد الشكل هذا ومن بعد حبيباتي نضيفو فوق النار المدة دقيقة واحدة فقط انا غادي نوريكم باش شوفو كيفاش غادي نستخدم هاد الوصفة هادي هنتم وحبيباتي كما لاحظتم معايا كتاخدي معايا واحد الكاسرول كتضيفي ليها واحد شوية ديال ما بارد ومن بعد كتاخذ الإناء ديالك من الأحسن يكون ديال البداع وكتوضعي هذا الإناء ديال اللي خدمتي فيه الوصفة وخدمتي فيه المكونات كتوضعي فوق الكاسرول وبالتالي الوصفة كتبدا تعطي الفعالية دياله وهذاك الجيلاتين كيبدأ يدوب تماما ونحن اكيد الحاجة اللي بغيناه هو انه ذاك الجيلاتيني يدوب باش تكون لوصفة نجحة مليون في المياه كما قلت لكم في ذاية الفيديو نقول لكم الاسرار ديال هاد الوصفة دي باش نجح ان شاء الله مع الجميع بإذن الله تعالى وان بغي احتشي وحدة تقولي في كومنت اغرامان لان الوصفة متأكدام مليار في المياه غ تنجح مع الجميع بإذن الله فهي الوصفة صبحت جاهزة كما كلاحطو راني ذاك الجيلاتين يعني ذاك الجيلاتين يعني ذاك الجيلاتين تماما مبقى وشدو كل قطع دياله فبعدما كيدو كتخلي الوصفة حتى كتبرت تماما عاد من بعد كتبداي تطبقيها على البشرة ديال الوجه ديالك كيف ما هو مبين في الفيديو امامكم اكيد وكما لحطو البنات دابلين ذاك الجيلاتين كيدو بعدما كسودعو فوق النار كما لحطو وضيفو غير كسرول فيها المبارد ودوبو بعدما كيدو كتخلي الوصفة حتى كتبرد وكتفضيها على البشرة الوجه ديالك كما هو كما لاحطو في الفيديو اكيد ومن بعدما كتبقي هاد الوصفة على البشرة الوجه ديالك حولي تطبقيها ثلاثة المرات يعني عمليها المرة الولا المرة التانية المرة التالتة باش هكدا تبدأ كتجبد لكم بحالة بحالة السيغ وتباليكم النتيجة وتزول لكم الشعر الزائد في المكان هاد النقطة مهمة واساسية جميع السيدات ان شاء الله وبالنسبة للناس اللي عاي يقولوا لي بعدما زولنا هادك الماسك ديال هاد لاغوستيت هدي وزولينا الشعر الزائد بقات بعض النقاط ديال كوركم او التسبغات ديال كوركم فهديك المسألة حالها ساهل حبيباتي معليكم إلا تاخدوا كمية ديال ما ديال الورد وترشوه على البشرة الوجه ديال كوم وتمسحوه بوحد القطعة قطن او لمنديل وبالتالي ذاك الاسفرار كامل اللي يبقى في البشرة الوجه ديال كوركم كيزول في ضرف دقيقة او جو ديال دقيقة على الاكتر بعد المسألة هادي حبيباتي انا وضحت لكم في هذا الفيديو حتى الناس اللي مني غاي يستخدم ماد وصفي يقولوا لي مثلا ولا فينا بعض الحبوب الصغيرة ولا فينا حمرار او حكا مثلا خصوصا ناس اللي عندهم بشرة حساسة فقد يسهل مهلا معليك إلا بالما ديال ورد ترشي على البشرة الوجه ديالك فهو ضد الحساسية كيعاجل الحبوب وما كيخليش البشرة نهائيا ترهل لك ولا تحسس لك بشي حاجة زائد انه كيعاجلك هادوك التسبغات ديال الكوركم اللي ضروري ما يكونوا في اي كوركم او او لف اي اخر قوم بلدي على حقو وطرقو كانت ديال وصفة حبيبتي ديال يومان سمنا انا هنالت الاعجاب ديالكم كونوا متأكدين اني غتجربوها غتشكروني عليها ودوك تعليقات زويني اللي كتخلي بلي في كومنتغرام اللي كيزيدوا يحفزوني باش نزيد نخدم اكتر على كل ما هو جديد ان شاء الله بتنسونيش من اللايكات ديالكم اشتراككم في القناة تفعلكم ليزل الجرس لكي يسلكم كل ما هو جديد بسحتكم وراحتكم الوصفة خطيرة في ازالة شعر الزائ فهي احسن بكثير وبكثير من اللايزر وايضا في تغذية بشرة الوجه والتخلص من التسبغات النمش والكلف والتجاعد وشد بشرة الوجه وكانت دي وصفتنا اليوم ما تنسونيش من اللايكات والاشتراك في القناة تفعلكم ليزل الجرس ونشوفكم في فيديو ماجي ان شاء الله